لا توجده أحصائية رسمية عن عدد الألغام والمقطوفات الحربية والذخائر غير المنفلقة المنتشرة في مساحة واسعة من محافظة البصرة لكنها وبسبب ما شهدته من حروب على مدى عقود باتت من أكثر المدن تلوثاً بالمخلفات الحربية على مستوى العراق ولا يكاد يمر أسبوع دون أن تتسبب تلك الألغام بقتل عدد من الأهالي خالد فقد شقيقه وستة آخرين من أفراد أسرته أثناء خروجهم للتنزه هناك مخلفات حربية ثارة ما نحن لا ندري به انفجر عليهم هالمخلفة الحربية هذا الصاروخ أول لقوم بس هو أعتقد صاروخ راحوا ستة شيخ أحمد منظمهم والجرحة هم عندنا نساء اثنين وولد اثنين هم جرحة على امتداد أرض تصل لأكثر من اثنين وأربعين كيلومتر مربع في قضاء الزبير غربي محافظة البصرة تنتشر حقول الألغام على نحو واسع الأمر الذي تسبب بمقتل عدد كبير من الأهالي غالبيتهم من المزارعين ورعاة الأغنام والباحثين عن نبات الكماء تقدر مساحة الأرض الخطرة التي فيها الأنقودي والألغام والمخلفات الحربية بحول اثنين وربعين مليون متر مربع وعملنا حاليا على أن تكون خطة شاملة لإزالة الألغام من قضاء الزبير بمخاطبة وزارة البيئة وكذلك قيادة العمليات وكذلك المنظمات الدولية وبحسب إحصائيات وزارة البيئة تصل مساحة الأرض الملوثة بالصواريخ والذقائر العنقودية في محافظة البصرة لنحو 900 كم مربعة لأسيما المناطق الحدودية مع إيران في قضاء الفاوي وشط العرب التلوث متنوع من ناحية الصواريخ والذقائر الحربية إضافة للألغام والقنابل العنقودية 900 مليون متر مربعة في محافظة البصرة نتيجة الحروب الثلاثة التي مرت بها الحرب العراقية الإيرانية حرب الخليج الأولى حرب الخليج الثانية ودعت الممثلة الخاصة لليونسيف في العراق الحكومة العراقية ومجتمع المانحين إلى بدل المزيد من الجهود للحد من تأثير خطر الألغام والمقذفات الحربية على المواطنين لا سيما الأطفال منذ ثمانينيات القرن الماضي والعراق يخوض حروبا شبه متواصلة لم تزل آثرها ماثلة في كثير من محافظات العراق وفعالة في حصد أرواح المزيد من الضحايا نجح العابد الحرة البصرة